اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد في هذه المحاضرة رح نعمل اعلان لبلاك فرايدي لازياء رجالية وطبعا كالعادة من تخطيط الصفحة ومن الحجم رح نختار احجام لاضافية وطبعا الارتفاع رح يكون بنفس العرض اللي هو 21 من ادراج صورة رح نضيف صورة الخلفية الآن رح نحدد الصورة والتفاف الناس رح تكون امام الناس وطبعا رح نكبر حجم الصورة الى ان تملأ الخلفية بهذا الشكل طبعا من ادراج صورة رح نضيف هذه الصورة طبعا ممكن هذه الصورة تكليك اي من عليها طبعا التفاف الناس وممكن تكون امام الناس رح نخليها بهذه المنطقة وطبعاً رح ترجع هذه الصورة بهذه المنطقة بهذا الشكل الآن هذه الصورة طبعاً ممكن تكبر هذه الصورة ممكن تكون خلف النص أرسال إلى الخلف وطبعاً ممكن تكون إلى اليسار بهذا الشكل جميل الآن طبعاً رح نضيف النصوص من مربع النص رسم مربع نص وراح نكتب أزياء وراح نكبر النص بهذا الشكل وراح نختار فونت بلا هذا الفونت ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي واللون راح يكون باللون الأبيض ممكن أزياء تكبر بهذا الشكل تكون بهذه المنطقة وراح نكتب جنتل من وطبعا راح يكون لون الاسم باللون الأحمر ممكن أزياء تكون برقلر اعتقد تكون أجمل طبعا ممكن نضيف نص هنا ممكن نكتب لتجارة الملابس الرجالية صغر النص طبعا ممكن يكبر بهذا الشكل وطبعا ممكن جنتل إضافة إلى القاموس ولا بأس نختار بولد وطبعا راح نضيف شكل هذا الشكل راح يكون باللون الأحمر ونكتب تخفيضات هائلة ممكن طبعا تكبر ممكن تصير تلافين وطبعا ممكن تكون لايت طبعا المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي وطبعا ممكن نضيف فد فقرة جديدة لمسة جديدة ممكن هذا النص راح نختاره نستنسخه ورح نضيف بالانجليزية هذا الشكل أو هذا القوس ورح نخليه هنا وطبعا راح نصغر الحجم بهذا الشكل طبعا راح نصغر حجمه أكثر ورح نخليه هنا طبعا لا بأس ان يكون رقلر أو ممكن لايت طبعا راح يكون بهذا الشكل ورح نختار لون أطوخ طبعا هذا اللون ومن ثم نختار هذا اللون ونختار طبعا هذا اللون ومن ثم نتقرض بهذا اللون طبعا ممكن أنه نتحكم بأشفافية من خلال جزء التحديد راح يكون اللون ممكن لون قريب على تلاشي الخلفية بهذا الشكل طبعا هذا الشكل ممكن يكون بهذا اللون وهكذا ممكن هاي التشكيلة تطيف المسة طبعا لا بأس انه جروب هذه كل هالأشكال نحددها وطبعا من تنسيق تجميع ممكن تكون بهذه الطريقة طبعا راح نختار حجم ممكن أربعين طبعا تكون بهذه الطريقة طبعا راح نقارب الأشكال مع بعض بهذا الشكل أصبعها عندنا إعلان جميل ومتناسق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر